مرافعات متازل مستمرة لفائدة المشتركية كانت هذه المرافعات اليوم تتسمى بالهدوء لماذا؟ لأنهم تجنبوا استهداف شخص توفيق بعشرين وحاول ممكن نقش الواقع والقانون مع غياب أي وسائل إثبات غياب أي حجة أي دليل الخبرة لا تعمق فيها لأنها لا تفيد المشتكيات هي في العمق التي فائدة تفق بعشرين والشيء نبينه في المرافعات وبعض المرافعات كانت تعوم في العموميات وفي الغموض إلى الرجل أن البعض لا يميز بين الأجنيدة والأجندا ناحية النقب بعشرين قال أن بعض المحامين يعملون فائدة أجندا معيانة فالزاميل قرأها أجنيدة لكي تعرفوا المستوى دليل المرافعات كيف باش؟ لا سبب الصراخ هو أن الزاميل أحضر مجموعة من المراجع ومن ناقب زيان طلب مهلكة كافية لمناقشة جامعة المراجع هذه وإلا استبعادها من الميلف فالمهم هذا هو النقاش اللي كان دول السميلف اليوم كان استمرار المرافعات الطرف المدني كانت نقول الكلمة الأستاذ زغلول من أجل الريباط والأستاذ القلع من الدار بيضا والأستاذ الهيني ناقشوا بين العناصر التكوينية للجرائم وناقشوا الدراء هذا هو ما يكون الفلسفة حول السلوك أنا على الله يصير كأنه حدقها كيخطبوا فيها شي محميين على هذا الشيء